اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية اكد ان تحقيق فريق البحرين لترايثلون المركز الثالث عالميا على مستوى الفرق جاء ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي قدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيساء الخليفة عهل البلاد المفدة للفريق في مختلف البطولات ووقوفه الى جانبه الامر الذي شكل للجميع دافعا من اجل تحقيق الانجازات وانهاء السباق بصورة متميزة وفي الوقت المحدد مؤكدا ان وجود جلالة الملك مع الفريق في العديد من البطولات والمناسبات كانت دافعة وراء تحقيق الفريق للانجازات الكبيرة على المستوى العالمي حتى بات فريق البحرين واحدا من اقوى الفرق في رياضة الترايثلون واشار سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة الى ان الفريق تمكن في العام 2016 من تحقيق الاهداف التي رسمت له في تحقيق الانجازات الكبيرة باسم البحرين ورفع عالمها عاليا في مختلف البطولات بالاضافة الى الترويج للبحرين والتنمية الشاملة التي تشهدها خاصة في الجانب الرياضي مؤكدا سموه ان البطولات التي شاركت فيها الفريق كان مكانا مناسبا لاكتساب الخبرة الفنية ومهدت الطريقة الى تحقيق نتائج افضل في تلك البطولات هذا وقد احتل فريق البحرين للترايثلون المركز الثالث عالميا على مستوى الفرق وذلك بعد ان اصدر الاتحاد الدولي للترايثلون تصنيفه الاخير في العام 2016 والذي اظهر تقدم الفريق البحرين الى المركز الثالث بعد سلسلة من الانجازات الكبيرة حققها في مختلف البطولات العالمية